أليكسندر علوم أهلا وسهلا فيك بالوطن العربي وبالدراما العربية والدراما اللبنانية المشتركة العراقية اللي صارت برمضان لأول مرة تجربة درامية جديدة كنت أنت نجمة خبرنا أم بديلة لليوم أصداء هالعمل عم تنسمع وحلوة كيف كانت التجربة؟ التجربة كانت كلش يعني رائعة يعني ما أقدر أوصف الأصداء الحد الآن أنا جدًا جدًا متفائل بهذا العمل أول عمل لبناني عراقي وخاصة أول عمل عربي بس أنا جدًا متفائل وكنت أتصور أنه رح يصير هيت والحمد لله والشكر أن توفقنا بهذا الشي كان عندك مشاركات أجنبية بأفلام قصيرة بلغة تانية غير لغة عربية وفاجأة شفنا نجم على الشاشات جنسيته عراقية واسيم جدًا وبيعرفي مسل كثير كيف وصلت على الدراما العربية أليكساندر؟ أشكرت على هذا السؤال أول شيء أنا يعني من زمان أنا أدرس تمثيل درست مسرح وكنت دائما أتصور نفسي أرجع أقول أتصور نفسي أنه رح أوصل لهذا الهدف بس ما أتصورت أنه رح يكون بدول عربية أو باللغة العربية ما أتصورت أنه رح يكون في لوس أنجلس بالبداية كيفك مع اللهجة؟ يعني حضرنا أم بديلة شفنا ممثل عم يحكي عربي بالوقت اللي أنت جاي من مجتمع تاني وثقافي تاني وضليع بلغة تاني هذه كان في عندك صعوبة أنك توصل إحساسك بالتمثيل بلهجة غير اللغة اللي أنت بلغة غير اللغة اللي أنت معوضة عليها شوف هي أنا ما شفتها كصعوبة هي كانت شوية صعبة تشذب عليك لو قلت كانت صعبة صعبة كل شيء لما كتركز باللغة وبكتركز بالدور بالتمثيل بالأداء باللغة بالعداء بس آآ أنا شوف لما أن واحد يحب شيء يسوي المستحيل ويوصل له فأني كل شيء أحب التمديل وكل شيء يعني ما أخلي شيء يوقف قدامي لما أشوف شيء قدامي لازم أسوي يعني حطيتها بالي قلت مستحيل رح أخلي أنه مخارج حروف أو غير لهجة أنت رح توقفني عن اليوم بمجرد ما أنك فتت بعمل عربي مشترك كانت أنت أحد أبطاله الفتح أمامك مجال الدراما العربية اليوم قدي بتقلي فاتن أنا عم بركز بحياة اليومية على مختلف اللهجات لأنه إذا أجاني مختلف العروض ما يكون عندي سبب أن أرفض ولا عرض إن كان بمصر إن كان بالخليج إن كان بالعراق إن كان مجدداً باللبنان فيه تركيز على قصة اللهجات وأهميتها هذا الهدف ما بكل صراحة هذا الهدف أنه أتمنى أنه أسوي باللهجة المصرية أو اللهجة اللبنانية بس حالياً أنا نسى مركز بالعراق بس إذا جاني دور يعني غير لهجة أكيد رح أدرس ونما قلت أدرس أنا ما أدرس أنه أقعد لي ساعة أو ساعتين أنا لما أركز أقعد 13-14 ساعة بس أدرس الحد ما أثبت الكلام يعني إجت الفرصة هنا أنا أول شيء يعني يعني كبرت هناك بأمريكا والساكن بولاية لوس أنجلس كنت أدرس هناك حياتي هناك أنت عايش بس لما لجاني إجتني الفرصة هنا ما رح أردها خبرنا عن اختلاف الثقافات بلوكيشون تصوير مثلاً يعني اليوم أنت عملت مع كروة عربي أكيد بيختلف كلياً عن أنت شو معود عليه بأمريكا خبرنا وين كانت الصعوبات وبصراحة ومتجامل بدون متجاملة طبعاً الكروة كانت كلس زياناً كنا كنا مثل العائلة بصراحة بدون مجاملة النظام بصراحة أكثر شيء أنا أرى في النظام إن إن من واحد يكون منظم حتى أنا حياتنا بشخصية لما تكون منظم لما تكون عندك جدول أو شيء تمشي عليه أنت راح يخرب أطصر شو في جديد من بعد أم بديلة؟ في عروضات عم تقرى شيء؟ قاعد أقرأ وأنا أريد أختار الشغل المناسب لي ما أخذ أي دور يعني من بعد أم بديلة أنا لازم أسوي شيء أنجح أنا دائماً أشوف أشوف لازم أكون شيء أقوى من هذا الدور التي سويتها أنت ورحمة مؤخراً هيك نعرفت كتير حلو على السوشيال ميديا يعني مواقع التواصل الاجتماعي عم بتضج دائماً بصوركم مع بعض قصتكم الحلو اللي أنا بعرفها من قبل نعم خبرنا اليوم كيف حت تفصلوا أنت ورحمة تكون هي مهتمة بشغلة وأنت مهتم بشغلك والعالم شوي يفصلوكم فنياً عن بعض لأنه بتعرفي مجر ما يكون في قبل ناجح وهيك حلو مع بعض العالم دائماً بتربطهم ببعض شو عم تعملوا لتكونوا أنت ورحمة كل واحد مركز أكتر على شغله من أنه نحنا كابل فني طبعاً طبعاً هذا فضل من رب العالمين أنه هواي ناس مهتمين يعني آنوا ورحمة ويحبون هذا الشيء مثل ما قدش فضل من رب العالمين الحمد لله والشكر بس أنا أتمنى من الناز أن يعرفون أن أنا ممثلة ردي الناس عارفوني على شغلي أنا وهي عندها شغلها واحد وأني كل شيء من أنه حياتنا الشخصية تكون حياتنا الشخصية يعني أنا ما نتكسها كل شوية على السوشيال ميديا نزل أنا وزوجتي شوفوا إحنا وين شوفوا أنا ما أحبها لسوالف فأتمنى أن يتقن بلين هذا الشيء عالم الإعلانات حتكون بعدك مهتم فيه ولا اليوم بتقلي فاطن أنا اليوم مركز على التمثيل وبدأ أن أعرف كممثلة بعيد عن الوجه الإعلاني اللي أنا أعرفت فيه كمانا لا لا إعلانات ليش الإعلانات؟ الأثنان هو شغل وتظهر وتشتغل وتشوف ناس موحبتك وشون تقدر تسوي ليش لا؟ أليكسندر برجع بقلك أهلا وسهلا فيك بالوطن العربي وأهلا وسهلا فيك بالدراما العربية وأهلا وسهلا فيك بقلب رحمة رياض كمان شكرا لك شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة